في أول تجربة عملانية لها فشلت منظومة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية المعروفة باسم مقلاع داود في تحقيق هدفها المنظومة التي تمثل الطبقة الوسطى من شبكة الدفاع الإسرائيلية المضادة للصواريخ والتي يعدها الإسرائيليون عصب الدفاع الجوي في مواجهة صواريخ حزب الله لم تنجح في اعتراض صاروخين من نوع أسأس 21 أطلق من الأراضي السورية في إطار الحرب الدائرة هناك في إسرائيل شخصوا اطلاق صاروخين مع إمكانية سقوطهما في صفد وتبرية لكن على ما يبدو لم يعرفوا نوعيتهما وقرروا لتعداد الاعتراضهما للمرة الأولى عبر منظومة مقلاع داود وجرى إطلاق صاروخين من المنظومة لكنهما لم يصيب الهدف إن صاروخا كهذا مع رأس متفجر بزينة 500 كيلو جرام مؤذن جدا ولا يمكن لإسرائيل أن تتحمل سقوطه فشل منظومة مقلاع داود في اعتراض الصاروخين كان مخيبا للأمال بالنسبة إلى المؤسسة الأمنية التي علقت أمالا عليها لسد الفجوات بين منظومتين القبة الحديدية والحث ضد صواريخا يمتلكها حزب الله وإيران مثل فاتح 110 للأسف صاروخا منظومة مقلاع داود لم يصيب الهدف وهي المرة الأولى التي نستخدم فيها منظومة مقلاع داود وتفشل إلى جانب الأبعاد المعنوية والعسكرية لفشل منظومة مقلاع داود في أول مهمة لها فإن للفشل هذا كلفة مادية باهظة أيضا ثمن الصاروخ الواحد المعترض من منظومة مقلاع داود مليون دولار وإذا قررت إطلاقه فعلى الأقل يجب أن تصيب الهدف وما حدث هنا أن أحد الصواريخ دمر عبر التفجير الذاتي فوق الجولان والثاني لم يصيب الهدف وبموازات الحديث في إسرائيل عن عدم قدرة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية على تقديم استجابة كاملة إزاء تهديد الصواريخ كشف النقاب عن إعداد خطة لحماية الجبهة الداخلية من الهجمات الصاروخية بكلفة تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار الخطة التي تعد الأكبر في تاريخ الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية نابعة من التقدير الإسرائيلي بأنه في الحرب المقبلة إذا اندلعت فسيكون هناك إطلاق مكثف لصواريخ متطورة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية من الشمال إلى الجنوب